الاختلافات في وجهات النظر لا يجوز أن تقودنا إلى التعطيل والفشل على هذا الأساس ترأس رئيس الحكومة أمام سلام جلسة مجلس الوزراء عقب انقطاع دام قرابة الشهر الرئيس سلام حذر من إيصاله إلى مكان يصبح البلد بسببه في مأزق وعلى الرغم من هذا التحذير شهدت الجلسة نقاشات وسجالات حدة ومتشنجة على خلفية آلية عمل مجلس الوزراء وكيفية وضع جدول الأعمال والميثاقية والصلاحيات الدستورية مما أدى إلى تضامن بعض الوزراء مع التيار العوني لسيما الكتائب وحزب الله والتقدمي الاشتراكي والتشناق بغياب وزير المردة فيما قدم بعض الوزراء مداخلات كانت أبرزها للوزير وأبو فعور وأشرف ريفي حول ضرورة حماية البلد من الانهيار وتمنى دولة الرئيس على جميع الوزراء أن يدركوا أهمية المنح الإيجابي الذي يمكن أن يقود إلى تسهيل العمل في مجلس الوزراء مذكرا بالمقاربة التي اعتمدها في اتخاذ مقررات المجلس وأنه لا يزال يعطي الأولوية للتوافق وزراء عون وحزب الله أصروا على أن يكون بند التعينات الأمنية الوحيد للنقاش إلا أن الرئيس سلام رد بالقول أن من يرسل رسالة قبل الجلسة حول هذا الأمر يريد التعطيل فما كان من وزير الدفاع سمير مقبل إلا القول أن الوقت ليس مناسبا وأنه عند الاستحقاق سيطرح الأمر أحد الجلسة منحة مواجه لأنه كان في فريق متشبس غير قابل بأي صورة من الصور أنه يكون في حوار في مجال للتفاهم في مجال لحتى نتواصل لما نقتنع بشراكة حقيقية ما بقى في عقلية إلغاء حدا بده يلغي حدا عقب السجال وعلى الرغم من اعتراض وزراء عون وحزب الله اتخذ الرئيس سلام قرارا بطرح موضوع التصدير الزراعي البحري لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية وذلك خلال مدة سبعة أشهر تدفع شهريا وكان مجلس الوزراء شهد أيضا نقاشا حول مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب إلا أن الأمر لم يحصل على النصف زائد واحد خلال التصويت لسيما من الوزراء المسيحيين الوزير نبيل دفريج وهو الوزير المسيحي الذي يخالف رأي الوزراء الآخرين اعتبر أن توقيعه يأتي في إطار الحفاظ على مصلحة البلد إذ أن هناك جملة مشاريع ممولة من البنك الدولي قد تذهب أدراجها عقب تحذير البنك للبنان بعدم إعطائه مشاريع جديدة أيضا مشيرا إلى أن الحل هو بانتخاب رئيس للجمهورية وعدم التلهي بالآلية والصلاحيات مر قطوع جلسة مجلس الوزراء بعد تعطيل دام قرابة الشهر بأقل الخسائر الممكنة ويبدو أن رئيس الحكومة ينحو منحا جديد في النقاش من أجل عدم تعطيل البلد وحماية مصالح الناس ويرمي الكرة في ملعب المعطلين لا سيما من وزراء التيار العوني وحزب الله في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها لبنان من السراء شهير إدريس تلفزيون المستقبل